ماذا تعني رؤية الحصان والأفعى في المنام؟ الحصان خير، بينما الأفعى دلالة على وجود عدو متربص بالشخص ويحمل العداوة والكره لصاحب الرؤية ماذا تعني رؤية الشعر الطويل والغنم في المنام؟ من رأى كأن له شعراً طويلاً وهو مسرور به فإنه محمود، وخاصة في النساء فإنهن يستعملن شعور غيرهن في الزينة رؤية الغنم في المنام قد ترمز إلى الغنيمة والثروة رؤية الغنم الكثيرة والجميلة تدل على الوفرة والثروة المتنوعة ما تفسير رؤية شخص يسرق؟ على ماذا يدل رؤية الأسد في المنام؟ شخص يسرق إشارة على أن السارق سوف يتزوج بأحد أقاربك ومن رأى الأسد فإنه يدل على الخصومة مع عدو سلط عليه والغالب غالب لأنهما نوعان إشارة إلى صديق خائن ماذا تعني رؤية النمر والضفضع في المنام؟ النمر إشارة إلى رجل من حولك يكون فاسقاً الضفضع في المنام قد يرمز إلى الرجل العابد الزاهد المؤمن ماذا تعني رؤية التراب وموت الزوج في المنام؟ التراب في الحلم قد يكون دليلاً على الغنى والفقر الموت في المنام قد يدل على انفصال بين الزوجين أو فض الشراكة بين شريكين رؤية الزوج في الأحلام يمكن أن تعبر أيضاً عن قوة العلاقة بين الزوجين ماذا تعني رؤية الفواكه والزواج من أربع في المنام؟ الفواكه تعبر عن الخير والرزق الكثير بينما الزواج بأربعة إشارة إلى خير كثير ماذا تعني رؤية الموز والبومة في المنام؟ الموز دليل الخير الكثير والعلم النافع والمحبة والاستقرار والاطمئنان للرائي البومة تعبر وجود شخص شديد المكر والسوء ودائم الحسد والحقد على غيره ماذا تعني رؤية النبي إبراهيم عليه السلام والبط في المنام؟ ترمز رؤية النبي إبراهيم عليه السلام في المنام لكثرة الخير والبركة رؤية البط بشكل عام يشير إلى المعيشة الطيبة وحياة مستقرة وأحياناً تشير إلى تيسير سفر للرائي إذا كان يقصد السفر ماذا تعني رؤية البول والغيبة في المنام؟ التبول يرمز إلى افتقارك إلى السيطرة الأساسية على حياتك الخاصة أو أنك حرفياً متبول ولا يمكنك التعبير عن نفسك بطريقة إيجابية الغيبة راجعة بمضرتها إلى صاحبها فإن اغتاب رجلاً بالفقر ابتلى بالفقر وإن اغتابه بشيء آخر ابتلى بذلك الشيء ما معنى رؤية الشمس والقمر معاً في المنام؟ واجتماع الشمس والقمر في الحلم قد يشير إلى رضى الوالدين عن الرائي إذا كان لهما نور وإذا كانا مظلمان ثم فذلك دليل على غضب الوالدين على الرائي اختفاء ضوء أحدهما قد يكون إشارة إلى مرض أحد الوالدين أو موته والله أعلم من رأى في المنام أن شعره أبيض؟ رؤية الشعر الأبيض في المنام تدل على الوقار والمنزلة الرفيعة التي يتمتع بها الحالم بين الناس ماذا تعني رؤية الحواجب في المنام؟ تدل رؤية الحواجب في المنام على علو المكانة التي يحظى بها الرائي في الحقيقة ماذا تعني رؤية نفسك تصلي أو تقرأ القرآن الكريم في المنام؟ رؤية نفسك تصلي قد تدل على قضاء حاجة الرائي وبلوغ ما تمنى خيراً إن شاء الله من يرى في النوم أنه يقرأ القرآن إن شاء الله خيراً ما أعلم فيها إلا خيراً إشارة إلى الثبات على الطاعات إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علماً ترجمة نانسي قنقر